دشنا وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد محمد الشامي خلال زيارته اليوم رئاسة مجلس الوزراء للإطلاع على سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك عملية النزول الميداني لقيادات الوزارة ولجانها لمراقبة الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي وزير الخدمة المدنية والقايم بأعمال أمين عامي مجلس الوزراء محمد علي سوار والقايم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الرحمن ذيبان طافوا معه في الدوائر والإدارات العامة والأجسام المختلفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية أشاد بما لمسه من مستوى عال للانضباط الوظيفي في رئاسة الوزراء مؤكدا أن ذلك يجسد حرصهم على أدائهم لواجباتهم الوطنية والوظيفية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن باعتبار ذلك تكليف وشرف وواجب